خارجين من العيد بقى وعندنا ترمس وعاوزين نعمله صح زي اللي بنشتريه من بره منها العربيات والناس اللي بتبقى وقفة بي الاصفر دايب ده طعمه حكاية ومزز كده ويلا بينا بسرعة من غير كتر الكلام انا هنا كان معايا نصف كيلو من الترمس مسكته حتضوف حلة كده او في حاجة يعني بلاستيك او حاجة غسلت وغسلتين محترمين بعد كده نقعت المدة ست ساعات لو مستعجلة عليه مش مستعجلة ممكن تنقعين يوم كامل في ميا بس مفيش اكتر من كده يعني لحد ما تبقى الحباية معاك يتحسيها كده ايه شربت من الميا كده وحجمها تضاعف يعني انا هنا غسلته وسبته لمدة ست ساعات لان انا كنت يعني عاوزة عمله بسرعة ما كنتش عملت في العيد بسراحة والاولاد كان نفسهم يأكلوا منه تاني يوم بقى صفيت من عليه الميا وزاي ما انتو شايفين وكتو شايفين حواركو حاج متضاعف ازاي وخلين بالنا من اللون اللون ابيض خالص حطيته في حلة على النار حطيت 3-4 مية يتبقى غطيته بالميا كده وحطيت معلقة كركم اللبته تقليبة وسبته على النار لمدة 9 دقائق مش كتير صدقوني بس هيطلع معاكو دايب كده مش محتاج يعني بعد كده سبته لما الميا هادت عليه خالص يعني بقت الميا هادت عليه وبرده خالص صفيته بقى اللون اللي انتو شايفين اللون الاصفر ده زي اللي بنشتريه من برا حطيت عليه غسلته طبعا تاني وحطيت عليه معلقتين من الملح وعصرت عليه لمونتين وكمان حطيت عليه معلقة شطة هاريسة من الشطة لو ما عندكوش الهاريسة دي ممكن تحط الشطة نشفة لو مش موجودة خلاص هو يكتفي بس بالملح واللمون وخلاص نتهينا على جد طبعا هقلد دي التقليبة المحترمة نقلبه كويس وبعد كده نحطه في البرتمان ونغطي عليه بالمية والتركاز صحي بقى اللي جاية دي انك تحط قشر اللمون اللي انت عصرتيه حطيه عليه ما تخافيش ما تقليش هيخليه دي مزازة حلوة كده ويبقى طعمه حلو مش هنخلي المية كتير عليها دي بك هنغطي بس المية وتاني يوم ممكن تطلعي منه بتاكلي بيبقى طعمه حكاية زي ما انت شايفة كده انا حط هنا كنت عصرة لو منتين حط القشر اي وما تقلقيش مش هخليه مزازة الفضيع يعني بس هيديله طعمة حلو ونكها جميلة قوي وده زي ما انتوا شايفين تاني يوم انا خرجته زي دايب يعني مش مستحمل بصراحة وطعمه جميل حكاية والليمون اعطيه مزازة حلوة كده وبالفه انا يا رب على الوفك اشتركوا في القناة